التحرير مخيم ضمن المخيمات المركزية بعامرية الفلوجة في الأنبار يحتوي على أكثر من مئة عائلة فقدت المعيل على أيدي داعش أو الجماعات المسلحة واغلب سكانه من الأطفال والنساء اللواتي فظلنا البقاء فيه وعدم العودة إلى المناطق المحررة وهسنا أنا نظال هنا على مود أروح على مود زلمتية دقة حاسبة على مود القرب على بغداد حالتي ساعد لا عندي مادة تالي ورحت أرجعت ما عندي حالتي ما ساعد وعلى مود زلمتي تلقى حاسبة وقاعد بالمخيم مجبور لأن ما عن زلمتي منفقد وعلى مود أبحث عن زلمتي كبيرات السن يتحمن المسؤولية الأكبر في توفير لقمة العيش لمن بقي من أفراد أسر أبنائهن الذين فقدوا خلال النزوح ولا يعرفن شيئا عنهم أما السكن في الخيم القديمة والبالية فهو حكاية أخرى من سلسلة كابوس الشتات أحنا من القائم وأخذ وقلدي وخلوني وأنا ظلت هنا بحدي بس الحارم وياي وجهال وياي وباغي بالمخيم ما عندي أحد هناك هاتري دورد للقائم وباغي بالمخيم للعيش وجاعدي إرهاب داعش سبب آخر لفقدان الكثير من الشباب المنتسبين للأجهزة الأمنية أطفال في المخيم بلا أب يضلل حياتهم وأنظار الأطفال تتجه نحو عيد المتاجهين نحو المخيم علها تحمل ما يصد رمق عيشهم عندي أخوتي أزواج أخوات وأخوتي الخطفة وعند الدوائش وبغينا بس النساء وأي معين ما عدنا بس النساء وريد مني شوية عينة يعثر عليهم طريق أهاي هالشكل أوائل أدى لا ترغب بالعودة إلى مساكنها الأصلية بالمناطق المحرارة في الأنبار لعدم معرفة مصير مفقوديهم أما الحيرة فوحدها من تتملك هذه العوائل في وقت بدأت فيه الحكومة بإغلاق المخيمات في المحافظة لقناة الفلوجة سلام خالد الأنبار